وقع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد الجابر اتفاقية للمنحة الانسانية ضمن البرنامج التنفيذي لخطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن وذلك مع وزير الاشغال العام اليمني الدكتور معين عبد الملك وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالبرنامج التنفيذي لخطة العمليات الانسانية الشاملة والذي اقيم في الرياضة وأوضح الجابر أن خطة البرنامج انطلقت قبل يومين حيث بدأت بفتح منفذ الخبر الحدودي بين المملكة واليمن الذي أغلق بسبب انتهاكات واعتداءات متكررة من الحوثيين على أبناء الشعب اليمني وقال سفير خادم الحرمين الشريفي لدى اليمن محمد الجابر إن المشروع يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق اليمنية اليوم نوقع اتفاقية لإعادة تأهيل وإصلاح طريق رئيسي يمتد من وسط اليمن إلى ميناء ومطار عدن وهذا يسهل كثير من الأمور على العمل الإنساني من حيث نقل المواد الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية وإلى كل مواطن يمني يحتاج إليها وأيضاً من خلاله تتحرك الموارد والمواد التجارية المختلفة والحركة الإنسانية أيضاً وحركة النقل تكون أسهل وتخفض تكاليف النقل وتسرع في عمليات النقل وأيضاً تمنح فرص العمل لأشقاءنا في اليمن سواء كانت هذه فرص مباشرة أو غير مباشرة